أعلنت وزارة التربية والتعليم حصولها على منحة مالية بقيمة 51 مليون دينار إثر اجتماع لها مع سفراء الدول المانحة في مقر الوزارة في عمان وجاءت المنحة في إطار تسريع الوصول إلى التعليم النوعي الرسمي للطلبة من اللاجئين السوريين والتي ستخدم قرابة 130 ألف طالب سوري المنحة ستصرف على توظيف معلمين جدد وتدريبهم وتمويل رواتب المعلمين والإداريين وفتح مدارس إضافية بنظام الفترتين إضافة لتوفير الكتب والرسوم المدرسية والمعدات لهذه المدارس كما جاءت المنحة لدعم المدارس الحكومية بمعزل عن وكالة الغوث الأونروا والتي يرتد مدارسها قرابة 300 ألف لاجئ فلسطيني تقوم الحكومة الأردنية عن طريق وزارة الخارجية بجهود جبارة لحجد الدعم للأونروا وإستمرارها في عملها حيث تقوم بتدريس أكثر من 120 ألف طالب والأونروا تقوم بهذا الدور ولا علاقة للدعم هذا بمدارس الأونروا سنقوم بمدارس وياً جدوا بنائدة من العمل المدارسة جميع الأونروا بإمكانهم تستطيعون بنائها للعائز العالم المدارسية جزيزة إلى 60% فصلة إلى العمل فأنا نقوم بتقب التقوم بشكل أكثر لأننا نقوم برغم الضوء العمل المدارسة ليست في جورد نطنية، لكن تقوم بالمدارس ومع المدارسة